أسكوبي يا قوافي الشعر شهد الرحيقي أنشدينا في ابنة الصديقي أم المؤمنين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عائشة والمشكلات الزوجية هو موضوعنا عائشة زوجة من طراز فريد عائشة أنموذة جرائع في إدارة حياتها الزوجية تتعامل مع المشكلات الزوجية بكل تعقل وواقعية وبكل عفو ومسامحة بيت عائشة الزوجي هو ككل البيوت لا كما يظن البعض أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كالمسجد لا يتكلم فيه إلا بالذكر و لا ترفع فيه الأصوات و يلتزم فيه بالسكينة أبدا بيت عائشة فيه مداعبات بينها و بين حبيبها صلى الله عليه وسلم همسات مغازلات جلسات أنس و سمر كما أيضا في بيت عائشة غضب و رضا و حزن و فرح و حلو و مر لأهمية هذا الموضوع المشكلات الزوجية في واقعنا المعاصر تعالوا نستمع إلى شاهد عيان لبعض ما كان يدور في بيت عائشة يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه جاء أبو بكر يستأذن النبي فسمع عائشة و هي رافعة صوتها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يبنة أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله و تناولها يعني يريد أن يضربها قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينهم و بينها فلما خرج أبو بكر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها و يقول لها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل و بينك ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليهما فوجداهما يتضاحكان قال أبو بكر أدخلاني أو أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما إذن هذا الموقف البسيط يبين أن هناك مشكلة هناك مشكلة هناك رفع صوت هناك محاولة ضرب من والد الزوجة هناك تدخل من الزوج لإنقاذ الموقف ثم الملاطفة و المزاح ثم التصالح و أخيرا الضحك كل هذه الأحوال في مواقف يعني في بيت عائشة فكيف يعني لو تأملنا أيضا مواقف أخرى لاحظوا الروعة في هذا الموقف سرعان ما رجعت العلاقة مرة أخرى بين عائشة و زوجها رغم حجم المشكلة رقة و تلطف الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة رضا عائشة و لينها و انكسارها لزوجها لفتح صفحة جديدة انتهت المشكلة بل تحولت لتجديد الحب بين الزوجين تحولت المنحة أو المحنة إلى منحة و هكذا الفن في احتواء المشاكل تعالوا لمشكلة أخرى في بيت عائشة الآن نحن في حجرتها و في يومها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف أتت أم المؤمنين أم سلمة ضرت عائشة أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم و إلى أصحابه فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء و معها فهر حجر ففلقت به الصحفة فانكسر إلى نصفين يا الله مشكلة مشكلة ليست سهلة لأنها مام ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام لكن بيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم مكشوفة لكل الأمة بأمر من السماء أليس الله تعالى يقول و اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أمر سماوي لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرنا كل ما يجري في بيوتهن لماذا؟ لأنه القدوة الأسوة صلى الله وسلم عليه قام النبي عليه الصلاة والسلام فجمع بين فلقتي الصحفة و هو يقول لضيوفه بكل بساطة كلوا غارة أمكم كلوا غارة أمكم ثم أخذ صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة نعم خطأ من عائشة غيرت عائشة لكن لا ننسى أيضا أن أم سلمة هي من بدأت بإتيانها بالطعام في بيت عائشة وليلتها وهذا سبب الغيره عائشة كغيرها من الزوجات تغضب تتعجل تخطئ لكنها ترجع لصوابها وتندم وتعتذر هكذا هي الحياة الزوجية في كل البيوت يبقى أن احتواء المشاكل الزوجية فن فن لا يتقنه كل أحد أيضا انتهت هذه المشكلة في بيت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عائشة لأنه علم أن الغيرة هي التي حركتها وسكتت أم سلمة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوضها عن حاجتها واستدركت أيضا أنها هي بدأت وأخطأت عائشة أيضا تحكي لنا مشكلة بيتية وزوجية أخرى في بيتها غضب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشكلة على عائشة غضب شديد فماذا صنعت تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها ومن الاستغفار لها فذكرها في ذات يوم واحتملتني الغيرة إلى أن قلت قد عوضك الله من كبيرة السن يعني غيرت عائشة غارت هنا قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا سقط فيه جلدي فقلت في نفسي اللهم إنك إن أذهبت عني غضب رسول الله لم أذكرها بسوء ما بقيت فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حال عائشة قال كيف قلتي والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقت مني الولد ورزقت مني الولد إذ حرمتيه أنت مني غدا بها علي شهرا في هذه المشكلة تراجعت عائشة وندمت واستغفرت وتابت واعتذرت وهذا لا يفعله إلا كبار النفوس بالرجوع عن الخطأ وعن الفضيلة عائشة أم المؤمنين مشكلة أخرى في بيت عائشة تقول عائشة أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهن زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي تقول عائشة وهي التي كانت تساميني تنافسني منهن في المنزل عند رسول الله ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدقى حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقه وأشد ابتدال لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقربها إلى الله تعالى ما عدا سورة أي غضب من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة يعني أنها كاملة الأوصاف ما شاء الله إلا أن فيها شدة يعني خلق سريعة الغضب تسرع منها الندم والرجوع إذن عائشة تثني على زينب هذا الثناء الكبير العطر ما القصة يا ترى تقول استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله معي في مرطي يعني في فراشي فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنت أبي قحافة وعائشة جالسة تسمع الآن قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها يعني بالرد عليها قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر قالت فلما وقعت بها لم أنشبها أن أفحمتها أي قمعتها وقهرتها قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر لعلي لا أعلق على هذه المشكلة وأترك لخيالكم أن يسرح كيف ما شاء فقط أشير لأدب وتعقل عائشة وهدوئها ثم انصافها لزينب ثم انتصارها منها بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام مبدع عائشة مبدع في أدبها في إصال رسالة عتاب لحبيبها حد غضبها هو قولها لا ورب إبراهيم إنها رسالة عظيمة لنا في كيفية إدارة الخلاف الزوجي في بيوتنا لقد كانت عائشة رائعة في فن احتواء المشاكل البيتية والزوجية كانت الغيرة تتملك عائشة أحيانا تجاه الزوجات الأخريات لرسول الله وكان هذا قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم أرادت يعني عائشة قلت جلسة مع النبي صلى الله وقالت له حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته هي أرادت التقليل من صفة من صفة بصفية بخلقها فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نبهها إلى خطورة كلماتها فانتهت عائشة ولم تعد وانتهت المشكلة أيضا ولم يبقى لها بين يعني لم يبقى بين الحبيبين أثر في المشكلة في موقف طريف وضريف تذكر عائشة أنها افتقلت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه تحسست بالظلام فوجدته راكع وساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت تقول عائشة بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر ومرة قالت أين كنت يا رسول الله منذ اليوم قال عند أم سلمة قالت ما تشبع من أم سلمة فتبسم صلى الله عليه وسلم فإذا هي تقول يا رسول الله ألا تخبرني عنك لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترعى والأخرى قد رعيت أيهما كنت ترعى قال التي لم ترعى تقول عائشة فقلت فأنا ليس كأحد من نسائك كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل غيري قالت فتبسم صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا أخوات مثل هذه البساطة مثل هذه الواقعية هي التي جعلت عائشة تصف لنا دقائق ما كان يجري في بيت رسول الله بأدق تفاصيله بغض النظر هل كانت فيه على صواب أم كانت مخطئة هي تفسير لبنات جنسها إرشاد على التعقل وكيفية حل مشاكل المزوجية بالطرق الحكيمة هكذا عائشة تروي لنا سيرتها بحلوها ومرها ففرصة والله أن ننهل من سيرتها العطرة وتجاربها الرائعة إنها بحق إنموذج للفتاة المعاصرة في كل جوانب الحياة إنموذج عملي تطبيقي تربوي لبناء شخصيتك إن أردت التميز والإبداع السؤال الآن كيف استطاعت عائشة على احتواء مشاكلها الزوجية أولا لا شك أن للعلم خاصة النصوص من الآيات والأحاديث لها أثر كبير في الوعي والتفكير وردود الأفعال ثانيا القناعة والرضا والحب الصادق المتبادل بين الزوجين ثالثا الاحترام والتوافق النفسي ومرعاة المشاعر من أهم صفات عائشة كزوجة رابعا صفة جميلة صفة الاعتذار الجميلة الملازمة لعائشة في كثير من جوانب حياتها وطهارة قلبها وسلامة صدرها وعفوها الدائم خامسا وأخيرا عائشة تتقن فن المبادرة بقلب المحنة إلى منحة وفتح صفحة جديدة بعد أي مشكلة أسكوبي يا قوافي الشعر شهد الرحيقي أنشدينا في ابنة الصديقي أم المؤمنة